يتعرض تنظيم داعش في سوريا إلى ضغط غير مسبوق منذ سيطرته على أراضي وسعة من البلاد حيث حققت كل من قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي وقوات المعارضة الإسلامية بالإضافة إلى قوات النظام تقدما على حساب التنظيم في مناطق عدة التقدم الأبرز على الساحة تمكنت من تحقيقه قوات سوريا الديمقراطية حيث سيطرت خلال الساعات الماضية على عدد من القرى بمحيط مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي ليرتفع عدد القرى والمزارع التي سيطرت عليها هذه القوات إلى 75 منذ بدء هجومها مطلع الشهر الجاري الهجوم تزامن مع قصف لطائرة التحالف الدولي لم يكن دقيقا حيث أسفر عن مقتل سيدة وأربعة من أطفالها ليرتفع عدد المدنيين الذين قتلتهم طائرة التحالف الدولي منذ بدء العملية إلى 30 بينهم 11 طفلا وأربع نساء ومع اقتراب قوات سوريا الديمقراطية من مدينة منبج وتطويقها من المحاور الشرقية والشمالية والجنوبية تمكن ألف المدنيين من الفراري مكدسين في سيارات وسيرا على الأقدام باتجاه الشمال كما بدأ تنظيم داعش السماح لهم بالفرار باتجاه مناطق سيطرته غربا بعد أن كان يحضر عليهم سابقا الخروج من المدينة وإلى الغرب من منبج انسحب مقاتل داعش من قرى قرب بلدة مارع تحت وطأة هجوم مذاد من المقاتلين المعارضين الذين سيطروا على قرية كفر كالبين كما شنت قوات النظام السوري هجوما ضد تنظيم داعش بدعم جوي روسي في حملة وصفت بأنها سباق نحو الرقة التي تمكن من دخول حدودها الإدارية قبل أيام ترجمة نانسي قنقر